اشتركوا في القناة اللبنانية لفرسين مالطا لجنة الشباب لجنة الشباب بالجمعية وسيدة أمامة فرح حضرتك المسؤولة الألمية للجمعية اللبنانية لفرسين مالطا بعرف في فرع لها الجمعية الجمعية الأم هي جمعية دولية موجودة من حوالي 900 سنة بدنا لمحة سريعة عنها وعن أهدافها هي منظمة فرسين مالطا ذات السيادة منظمة عمرها 900 سنة موجودة بكل أنحاء العالم عندها علاقات ديبلوماسية مع أكتر من 100 بلد والأنشطة التابعولة تنعمل خلال جمعيات كلها أنشطة إنسانية خلال جمعيات بكل أنحاء العالم من هون باللبنان نحن الجمعية اللبنانية نشأت بسنة الثمانينات تقريبا بفترة الحرب تصور وسبب ظروف الحرب بصدر مضبوط ومراكز صحية اجتماعية نعمل بكل لبنان في عنا ماب فينا نشوف برك خريطة عن المراكز تابعولنا عنا عشر مراكز إنسانية طبية اجتماعية عنا مراكز للمسنين مراكز لزوية احتاجات الخاصة نتعامل كثير مع الشباب نعمل رحلة حج على لود مع منظمة مالطا بالعالم وعنا أنشطة خاصة بلجنة الشباب لليلية رح تعرفنا عنها نعم لجنة الشباب من أي متى موجودة؟ تأسست لجنة الشباب بأواخر 2006 تأسست كلجنة مستقلة من الناحية المادية ومن ناحية النشاطات التابعولة بس أكيد نشتغل حسب قيام ومبادئ الجمعية الأم بلشنا بال2006 كنا ست أعضاء اليوم بعد عشر سنين صرنا 150 شاب وصابية كلنا منشتغل بالهدف نفسه هو زرع الحب والفرح وعمل التطوع كمي أكيد هو الفرح اللي منسميه الفرح البريء يعني هدفنا نزرع الأمل بقلب كل مسن بقلب كل طفل محتاج بكل شخص مريض كل الشبيبة معنا هنم التوعين يعني عنا كلنا حدر شغل التطوعي العمل تبعنا أو المدارس والجامعات بس بيلاقوا وقت خلال الويك أند أو من بعد شغلون أنه يساعدوا ويمدوا الإيد تيساعدوا الآخر يعني وين في حاجة أنتوا بتحاولوا تكونوا موجودين من خلال حمل هالشباب مسؤولية إذا بتكون العطاء للمجتمع نعم يعني عم نشتغل على ثلاث أنواع أنواع منشاطات أول شغلة منشتغل مع المسنين منتبعهم منتبع ثلاثين عائلة من عين الرماني كل شهر منعمل لهم رحلة بيط ترفيهية بمناطق مختلفة بلبنان كل شهر كمان من رحل عندهم على البيت مع مواد غزائية أساسية منوزع لهم إياها ومنعمل كمان تجميم بيت نعم التزمنا أنه نرمم بيت واحد على القليلة كل سنة تجميم البيت يعني نرجع منطرش من ضبط المطبخ الحمامات القوض الفارش كله من غيره وكلها من قبلها الشباب والصبايا المتطوعين يعني هن بيئدون بيشتغلوا بقموا بهذا العميد مضبوط ولأول مرة هالسنة عنا بلشنا ب برنامج جديد هو المخيم للمسنين يعني عم نعمل مخيم نطلعون لويك أند عمركز عنيه بشاب روح وخلال كل الويك أند نهتم فيهم ومنعملهم النشاطات فوق ولأول مرة كمان حسب برنامج نوال رح تشوفه أنه اليوم بعد الظهر عملين معرض مجاني لعيد الميلاد وزعنا مئة وخمسين بطاقة لعيال من الرعاية اللي حوالها عن الرمانة شياح ونبع سن الفيل تيجوا ينقل بالدنيا لعيد الميلاد مجانا نحن صارنا شهر ونص هذه كمعايدة أكيد الناس عم بيبعطوا لنا تيب ألعاب للولاد أشهر للبيت ورح يتوزعوا اليوم بعد الظهر ونتمنى أنه يكون نجاح كبير هالمعرض عطونا فكرة عن بقية النشاطات الميلادية قبل ما يدهمنا الوقت ونرجع لأهديك اليوم لدينا المعرض لدينا قديس الميلاد لكل الشبيب ونعزم كل العيال المتوعين معنا كمان يحضروا القديس يوم الثانيين منروح بالتعاون مع هوئز حسين جمعية تانية شعية اللي بتساعدنا كل سنة عيد الميلاد منروح على بيوت منساعدهم بزينة الميلاد منجيب الزينة نحنا ومنحط لهم الزينة لهالعيال للي منهم قادرين يعايدهم ومنوزع نشوف كيف متوحد بهالعيد أكيد كل الأعياد للنا حيدي ردان عن نشاطة بنعمل كمانا خلال شهر رمضان وين نحنا شبيبة لجنة فرسين مالطا مننظم إفتار كمان مع هوئز حسين لأنه الأعياد للكل وما قالوا معنا العيد إذا ما منتعاون كلنا سوا ويكايند الجاي يعني بسبعة عشر وثمانتعشر الشهر عنا مخيم للأطفال المحتاجين بشاب روح لعيد الميلاد كمان وبين خمسة وعشرين وثلاثين الشهر عنا مخيم تاني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خمسة يام بشاب روح كمان اللي بيميز هالمخيمات أنه كل متطوع بيهتم بشخص واحد يعني كل الاهتمام بكل خطوة بيكون المتطوع على شخص محتاج وهذه الطريقة اللي نحن عم نساعدون فيها لهذه الأشخاص تنشيلون شوي من القوتين يعني فكرتوا بفئات عديدة بالمجتمع إجمالا تعتبر للأسف فئات منسية أو مهمشة يعني عنا ذوي الاحتياجات الخاصة عنا كمان الأطفال الأيتام وفي المسنين في العائلات المحتاجية كل إنسان متألم يعني نحن شعارنا ما بسألك عن لونك ولا عن دينك ولا عن عركك قال لي شو أليمك شو معانيتك شو معانيتك فنحن من هالمنطلة إن كان بالجمعية هذا شعار كنا بالجمعية هذا شعارنا مية بالمية وهذا شعارنا اللي من جارب نحن نتعاون مع الكل لخدمة الكل نعم بدنا نحكي عن المعرض الخاص اللي كمان رح ينطلق اليوم بعشرة ديسمبر معرض بضم مجموعة من القطع اللي ترجي للمهندس الشهير شهير شهير مانجي ليقدم مجموعته الخاصة المميز به المعرض بهذه الفكرة هي مجموعة خاصة له مجموعة كثير رتمينة من القطع بتصور حوالي 450 أطعال على أنواع الدمى لهذه المنظمة وإنتم عم تعملوا معرض خاص فيها نفتح المعرض بأول تمباريح مع قبطة البطراك بوجود السفير الباباوي وكثير من العالم الفكرة هو كان البرسونال كوليكشن طبع جان لوي مانجي اللي جمعها على فترة 30 سنة وقدما اليوم هو عضو بالجمعية وقدما اليوم للجمعية يعني إيمانا بقضيتكم نعم ومبيدئكم قرر يقدم هذه المجموعة والمعرض بيستمر لحديث آخر كانون التاني بفيلة عودية نعم من طلب 8 كانون الأول ومستمر لـ 21 كانون التاني 31 كانون التاني أكثر من شهر ونصف صح معرض مجاني مفتوحة للكل خلال هذا المعرض في كتاب نعمل من الأدام هل قطع مننا للبيع؟ يعني مننا معروضة للبيع وانتو بدأوا دريعا لكم بس قطع كتير ونيك ونيدرا جدا جدا وأكيد تستهل أن نشوفها وإذا حابين ناخدها معنا على البيت شو عنكم فكرة؟ عن الكتاب خبرونا عن الكتاب الكتاب هو المجموعة كلها 450 قطعا نحطوا بهذا الكتاب مع أكسبورتز أجوا من فرنسا وفي تاريخ عن كل قطعا من وين أجتوا وشو هي والكتابة بينبيع وبيجعل أكيد البيعود رائع الكتاب لتحقيق أهدافكم أهداف الإنسانية تبع المنظمة في فيديو ما بعرف إذا قطعن إحنا وعن نحكي فينا نشوفه لعن لجنة الشباب ونشاط عطون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي عائلية ضمن جمعيتكم وأكيد هون لجنة الشباب ونشاطاتهم اللي تحمس على هيكي تبني قضيتكم أو المساهمة معكم اللي حابب يطوع معكم شو ممكن يعمل كيف ممكن يتواصل معكم اللي عمره بين الخمسة عشر والخمسة وثلاثين وحابب يطوع مع لجنة الشباب فيه يبعط لنا إيميل على الانفوات order of malta lebanon dot org أو يبعطنا قسلة على الفيسبوك بيج تابعتنا order of malta lebanon فأزان منذكر المشاهدين بالمعرض اللي انطلق بثماني كينون الأول مستمر لغاية واحدة وثلاثين كينون الثاني بفيلا عودي بالأشرفية 450 قطع نادرة قطع لترجية كمان استثنائية لازم نشوفها تحياتنا لكل أصدقائنا بجمعيتكم أهلا وسهلا بيكم وعليكم وقف مشاهدينا ولايف بكم خليكم معنا